طلب مواطنون فلسطينيون بفتح معبر الكرامة الرابط مع الأردن على مدار اليوم في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل ترفض تمديد العمل على المعبر وكانت الأيام الأخيرة شهدت حالة ازدحام شديد على الجسر وسط تذمر المواطنين الذين يطالبون بفتح الجسر 24 ساعة المزيد في التقرير التالي بالرغم من أن الأردن لا يبعد سوى بضع كيلو مترات عن فلسطين المحتلة إلا أن وصول الفلسطيني إلى الأردن قد يأخذ ساعات من المعاناة والتعب لهذا فقد توجهت المطالب الفلسطينية لتمديد ساعات العمل على جسر الملك حسين لمدة 24 ساعة هناك جهود مشتركة من كافة الأطراف لتكفيف الأزمة هذه الأزمة كانت غير متوقعة هذه السنة بلغ عدد المسافرين في ثلاثة أيام متواصلة 14 ألف مواطن ما بين قادم ومغادر هذا رقم غير متعودين عليه نحن كجانب فلسطيني اللي بحل الأزمة بشكل كبير هو أن يفتح الجسر 24 ساعة أن يكون مفتوح أمام حرية الحركة الفلسطينية في كل الاتجاهين الجانبين الأردني والفلسطيني أكدا على موافقتهما ودعمهما لتمديد ساعات عمل المعبر إلا أنه يبقى العائق الوحيد والمسؤول الذي يقف أمام حرية حركة وسفر المواطن الفلسطيني هو الجانب الإسرائيلي الذي يتعمد على تعطيل وإذلال المواطن الفلسطيني بكافة الطرق الممكنة وكانت السلطة الفلسطينية قدمت طلبا رسميا للجانب الإسرائيلي قبل أكثر من أسبوع يقضي بضرورة تمديد ساعات عمل المعبر خلال الفترة القادمة من أجل حل الأزمة وشهدت الأيام الأخيرة حالة ازدحام شديد على الجسر وسط تذمر كبير من المواطنين الذين يطالبون بفتح الجسر 24 ساعة